موسيقى مشاهدي وريزون تيفي مرحبا بكم على فضحي السجدين برنابجكم تاك تيك بداية أسبوع تترجعوا فالي أبرز الأحداث الرياضية وأبرزها كان هو هذا الجولة تلعب فيها الديربي وليسالة بالتعادل، تعادل خلال بزافة الناس أخصان ويداديين ماراديين شعال أداء دي اللي عبيدينه وشفنات شي بزاف لريزو السوسيو بأنه ويدادي مزال قلقين على واحد نا عبيد بالخصصة على انتدابات الفريق وشهروها الأرجنتيني كينتانا اللي ما فهموش بالضبط طلق كيف اشتعامل مع فرص ويدادي من غيرها نتائج لحدات هزيمة ديال التحاد طانجا العقر ديال الدار ديالو مع فريق الفتح الريباطي خلت بأن البطولة كترون ونصا مرة أخرى ولي غنشاهدو كيف شهدت كل أمور داخل البطولة وكين أكبر مستفيدة دولة كين إجماع لا ولا بيك أسافي ولا الغارة تيحضر معنا مدر الفريق ولا بيك أسافي السيمو حمد أمي بن هاشم أهلا السيمو حمد أمي مرحبا الأمين ومرحبا المشاهدين الكرام مرحبا وشكرا على قبول الدعوة وبعد ما لعبوا لالي لشتوب من البالح في العالم الرياضي جلعبتم بالروتور وما كانت فرصة بعدية وما أقول لخيك ولله خليك ما تقول ولو السيمو حمد أمي بن هاشم سي خيد أسدون مرحبا مرحبا بمشاهدين أوريزونتك تعرفوا خيد أسدون مقدم لعالم الرياضي وبجموع المبرامج في القناة الأولى وبجوجوجوز متفقين على البيض فأنا من طرق لعندك يعني بجيشهد هذه الباحة مرحبا سيدي شكرم على قبول الدعوة ويمكن أول بداية أمين نصف عام يمكن فهموا بذلك الست شهور الكثير وقاتي ما أوليبك أسافي ذلك العام كيف اش فهمتي لداخل الفريق أولمبيك أسفي لحد الساعة بتنقولش أهمتي إذا كانت نجحتي و كيف اش كتدر أمور داخل أولمبيك أسفي ممكن نعتبروها كانت مرحلة لتشريح الوضعية دي الفريق أولمبيك أسفي و كذلك لمعرفة وش الـ الـ اللي عندي بتنظر على الكلعيبين وش ممكن نمشي بهم في المشروع التقنيي اللي بغنا مشوفه لونك هنا لهذا قمنا بتشريح دي الوضعية فاديك ست شهر الحمد لله تمكننا أنو نديرو النتائج ويبقى الفريق من البقاء ديالو في قسم وطني الأول ولكن شفناش كو اللاعبين اللي ممكن يصلحوا لنا و اللاعبين اللي ما يمكنش يمشيوا معنا و كم جموعة و كم جموعة و كم جموعة و كم جموعة فورا بش في فهمو الناس لا هيتكيلي بس تلك النقطة و ده بغي ديلك مشكل مباشر معدوك اللاعبين خلص ما عشي مشكلة ده شوف اللاعبين عندو قيمة دياله مكا مجموعة كان عندي فيها مشكلة لانو هادي اللاعبين من يتفرقوا على ان ديارة شفناهم لان تلعبوه شفناهم متقلقين و شفناهم تسجلوا اهداف شفناهم محتلين مراكز متقدمة و عطاء ديالهم متميز مع الفروق ديالهم ولكن المجموعة كان فاخة لان كان خصت تغير و كان خصت يدخل فيها الدم جديد لانو كانت عندي طاقة سلبية كتيرة في المجموعة كان خصت تغير الى طاقة ايجابية هذا اللي خلاني استغنيت على تقريبا حداشر لاعب من الجموعة اللي كانت كانوا تقريبا واحد ثمانية ديال لاعبين في نهاية العقود ديالهم ولاعبين اخرين جلسنا معهم و وصلنا لصيغة لفصخ العقود ديالهم وبالتالي كان تفكير اخر و استراتيجية اخرى في الانتدابات اللي مشات بين هذه الموسمات كانت امور لحد السعر غضاء امام زيانة و الدليل هو تموقع هذا الفريق ولو مؤقتا لان مثل الويدو الزاق عندهم ماتش نقص و كذلك فريق رجال ديال الجوج لقاءات اللي هما نقصوا بالتالي تماما نكونوا واحد فكرة عامة على البوت سوف نرجع معك الونابيك أسافي خاليد أس دول الملاحظة كانت أسموه كينتا بزافت الكومنتات يدرونه على ديربي و كينتا توجوه الشخصي ديال اللاعبين بحداتهم خاصة لمجموعة الويدادية و للجمهور ديالها غير راضي على أداء ديال بعض اللاعبين منهم انتدابات ديال فريق والإشارة الارجنطيني كينتا نال كينتا تقلق بزاف على زور العروبي و كينتا تقلق بزاف على زور العروبي و كينتا تقلق على لاعبين لماذا ما استفتش منهم نهائيا فريق بيداد الرياضي فوجد ديربي بهذه الصورة يشفنا الحضور الجماهيري العادي جدا يقدر يعطيها التفاعلات كاملة أم أنه كين هناك أشياء أخرى تفضل هو بالنسبة لنرجع للإطار نحن نعود ونضع الديربي في إطار جلو أنه أصبح مباراة عادية على المستوى التقنيع على المستوى الحضور الجماهيري وبالتالي نحن شفنا لهذا الديربي الأخير بأن المستوى ما كانش ذاك المستوى الكبير اللي كنا كنا نتاظره بالنسبة للظروف اللي تجرى في هذا الديربي ربما الويداد نقلناها البارح بأنه هو من أضع ضيع الفوز خلال مباراة الديربي الأخيرة على اعتبار أن الويداد كان ينهي المباراة على الأقل وثلاث هذه الأهداف وأمين كان ذكرني بالأمس حتى على مباراة حتى على بالنسبة للراجا وحلى الكورة بالحالي كانت تسجلات ربما كانت غير أخرى بالنسبة للديربي من خلال تحليل المباراة كيبان بأن الويداد هي التي كانت أقرب للفوز خلال المباراة ولكن ما شروعونا ولكن حتى الكلية الجوار أنا جمعوه دير الشيطان بليكم وطن غاضب زاف نحكم نحكم طبيعاً كيفاش نتابلك الكوريتموند لواكي بورا الفاصة مني كتشوف كينتانا كيضيع كورة يعني اللي هو واجهل هاد الهدف هو أنه باش يزجل الهدف أنا ما باش يضيع باش يضيع باش يضيع باش أصلاً هي الطريقة دي تسديد دياله ربما كتبان بأن اللاعب ما دخلش أنه يعني مئة كورات عطاني بحالي يكون قدر ما نضيع بديك الطريقة يعني الطريقة اللي يضيع باكنتك تطرح أكثر مع علامة استفهام هل كنتانا هو حقيقة أنه يكون ضيمة تشكيلة ديالويداد يعني علامة استفهام طرحها الجمهور الويداد ومحقه محقه أنه يتزائل كورة ديال حداد فاصة فاصة مع الحارس كالضيع يعني ظروف ديال الشوط الأول ربما يخلات خصصاً بعد هزيمة الاتحاة التنجا بين الويداد، الويداد يعني خصصاً بأنه لو انتصارات الويداد كان سيكون هناك هدر أخرى ويكون كلها مخاء آخر على مستوى البطولة ولكن هذه الفرصة ربما يخلات الويدادين تأسفه أكثر وهي اللي رجعت الآن الحديث على مطر الجيل أنا أعتقد انتدابات نفهمها بأن الفريق يتقوى لأنه لا يستطيع أن يلعب دانيال موعت كنت أنا أستغرب كيف يستطيع لاعب محترف نورمال مو يبشي بكورة ذلك الطريقة صعب بأنك تصور لاعب يبشي بكورة ذلك الطريقة وكي توجيه الشخصي ديال عند اللاعبين السورته وأنك ندوه للحارس الزوال العربي واش مبرر من يسمعك في نظارك يا زوال العربي دابات هذه مواقع تيبشي ولو تيقول له جمهوري دادي غاضب على زوال العربي لأنه خرج ذلك الخرجاء خرجي ممكن وكي أنا اللي تفكرت مثل زوال العربي أنا أتساءل واش في الشمبيونز ديق محييش دي فاسة فاسة مع مؤمن زكريا غير باش نتفهم واحد المقطع ولي احنا عارفين وفاهمينه بأنه في المغرب خصوصا دمشي شمبيونز قدرت ديكاس لعالم ومباراة ويحدة ما ما تجيش ما تكونش المستوى غضي تعرض مجرق هذا الأمر عادي كيبقى الجمهوري هو الحق أنه يحكم غير هو طريقة اللي كيتناقش بهال الأمر ربما يلمشي حتل يعني أنه ينسب اللاعب اللاعب كي أدي واحد المستوى كبير وواحد المباراة ما كيجيش رأى أمر عادي رأى أمين ربما يقدري أكد ما يمكنش إحنا كصحفيين ربما يمكنش أن كل حلقة مقدر نكون مستوي عالي يعني كده شي حلقة ربما كتكون أنا أتناسق مع الأفكار ليه هو خطأ في الخروج جياله ودا لا يناقش هو خطأ في الخروج جياله موكيد شي وش ما توقعش في خروج اللوظة اللي أعبرنا عن الحداد اللي ضيعة عنا ببحاني بضيعة عنا ببحاني بضيعة لأسف هو ضيعة في دقيقة 8-8 يطلع بانون هو الخطأ اوكي الغضب يكون ولكن يبقى في حدود الغضب ما يتطورش الحواج أخرى الجمهور غضب على الحريس يترتيبوا الخطأ تسجيل الهدف امتهت المباراة غضب الآن أخصنت وزور نرحلة أخرى يصفي تشجيع الحريس لأنه مازال مباريات أخرى لنرجع معك الديربي يمكن أنا سنعتبره أنه الديربي تحت طنجا كان طرفي لأنه ممكن بالهروب دياله على فريق الويداء البيضاوي والراجع البيضاوي بعدد من النقاط خلي أنه الريهان يكون عند الفريقين ممكن أن يشوفوه بعيد ولكن لو تلعبات مباراة تحت طنجا قبل الديربي وكانت الهزيمة تحت طنجا كنا نشوفوه ديربي بوجه آخر ممكن نقولك أنه تحت طنجا هي تحكمات في المستوى تحت طنجا كانت صورة مهمة وأنت اللي خرجت طنجا لأنك ثلاثي مع الفريق وكان سبع سنين ثلاثي سنوات ما طلعش ومن بعد فجر رجعتين كل الجمهور رد لك الاعتبار نيمك يتشارش بالفلوسة صعب توصفها لأنه هذا الشعور صعب توصفه لأي واحد خس تعيشه ونتمنى أي مدرب مغربي يعيش هذاك الإحساس لأنه رد اعتبار اعتراف كيف حتى اعترفت بالدعم الكبير ولم شروط دي الجماهير دي الاتحاد طنجا لسنداتنا وكان عندها فضل كبير جدا في السعود لأنه بعد المباراة كنا دون المستوى وما كناش نستحق ونفوزوا ولكن بالدعم ديالهم ودفع ديالهم قادروا يخليونا أنه نتاصروا نحقوا نتائج وحتى قبل بداية الموسم لما ما كانش المكتب الموسي يرتكون فيمكن نقولك أنه جماهير دي حطان جاهدي كانت تتصرف على الفارق هم اللي كانوا كانوا وكان رمضان واللعبي ما عندهم فين يفطروا كان الجمهور والي تتكلف بلاتش هذا طيب كانوا تضحيات كبيرة اللي خلاتنا أنه تتحدنا وكوننا مجموعة وحدة وقدرنا دونق الفضل ديالهم كبير كذلك ولكن الاعتراف صراحة ما شاعر من قدرش من وسطها مدى حيات ممكنش نساها يمكننا واش هداك هداك الجائزة اللي اعتقدت الجمهور نساتك شويان لك السراع اللي كان عندك مع الناس اللي اللي عشتي معه واش بنيسمى لك هذا كان أفضل من أي حاجة؟ سراع أنا نسيته ونسيته ومتحال هذه لأنه ضروري ما تكون مشاكل إلا بقيت أنا تنفكر في هذا المشاكل ما ديش يزيد القدام نسيته ولكن هدا الاعتراف هدا ما عنده تمان لأنه ما يمكنش ربعين ألف متفرج غادي تعترف بالعمل اللي قام به أمين وغا تكون مدفوعة ولا ما يمكنش نوك الناس حسوا بالعمل اللي درنا به حسوا بالتضحيات اللي درنا به وبالتالي كان نجازات ديرهم فتنشكرهم أولا جابوك بوقيت فلوفك هالعار أخوي أميلات كيس اليو فالله راحنا لابين مفهموه تلعب الأول مرة على قابرة عادي بأن الجمهور يريد دير أي طريقة سيديه ولو انه هاديك اعتراف ما تحيدش لجمهور طانجا تعتدو روس البحث في قو على اللاعبين ديالهم برمان مخسروه في مباراة الفتح الريباطي يمكن فريق فتح الريباطي دابا تعتينه واحد الفكرة أخرى على كورة قدم لانتشوفه بلاعبين أخرين 18-19 عشرين سنة ومع ذلك يحرش لقاع الفارق دابي لابع البطولة نتكلم عن الفتح الريباطي سنلاب نربطه بواليد والد رجلاجي وتصريح تديره دائما لموتيري الجدل وواليد خرج قال بأنه إلا ربحات تطانجا هذه البطولة ستكون هي أسهل بطولة في التاريخ البطولة الريطانية لعب عليهم وواليد عنده هذه الطريقة ولمشيتي معه ربما يقدر يأتصر عليك يقدر يخليك أتفكر فيه أكثر ما كتفكر في مباراة وواليد الآن قلب المعادلة في المباراة يعني هو موقع عنده ميدر بشامبيونة وكلنا هدرنا على الديربين هدروا على الماتش وش مجان تشوفش بأنه راح تتكلم عنهم هو راح حمودة مشارسة قول ضيعة كورة أخرب شو بها هما ماركاوهما حسرت تغذين المباراة سأمين نحن راح نعيش مع واحد فرالي ربما يمنعراج مؤدي نحو البطولة يعني اللاعبين كلهم يعني منك يأخذ الكورة راح يقول هذه الكورة دي الشامبيونة والتي يقول هذه الكورة هذه الكورة هدك تفكير بزاف المباراة ربما تيخليه يخرج حتى من صياق ديالها وتيخليه يتأثر حتى النفسانية نحن نعرف اللاعب المغربي يعني النفسية دياله ضعيفة حتى المدربين أو كمشيو تيطروا الكوتشنج يعني كيطر تدريب ويطروا الكوتشنج ويساعد 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 يعني الآن نحن في الضرفية اللي فاعلة مستوى البطولة ربما اللاعبين والضغط اللي كيعيشوا غيؤدي وتمان دياله بالأقدام دياله ممكننا كدب شفنا بالأمس المباراة ديالتي حالطانجر شفنا في المباراة ديالديربي يعني كورات اللي ربما كتقول مستحيل أنا أتداع وكتداع وكتأثر وكتأثر في النتيجة دياله هلين جمهور راجا وبوك ولكن اللي يبالينا بأن العابة الراجا ممكن أنت كمدربة آمين تبالك بأن العقل هم كان أير على الأقل واحد 60 دقيقة ما كانش عقل هم مع الكورة القادمة ومع الملعب نهائيا فعلا كان بيت تأثير نفسي على اللاعبين لأنهم مدخلوا في المباراة الدين ديالهم كان مشتات ومن غير الدين كان مشتات تنضل حتى تقنيا طريقة باش بدو مناسباتش لاعبين فريق رجاء البيضاوي لأنه كانوا لعبين بلغ وليغ والراجاء البيضاوي منذ عصور كان نجم ديالهم مولغ ويضاك العشرة على الموزع اللي تيربط ما بين وسط الميدان وما بين المهاجمين اللي كانت يديرها حافظي قبل كانت يديرها متولي قبل كانت يديرها عمر نجاري فهد المركز هذا هو أهم مركز فريق رجاء البيضاوي افتاقدوا في هذه المباراة ديالهم لما حافظي مشا الجناح فقد ذلك المقويمات ديالهم وهدو كلهم خلاوا فريق البيضاوي يتحكم في الشوط الأول لا دهنيا ولا تقنيا هذا اللي خلاهم خرجوهم ملا ما عاتش الشوط الثاني مع التغييرات شوية شفنا أنه فريق رجاء البيضاوي قدر أنه يرجع ولكن بقوا دهنيا شاردين والدليل شفنا كيفاش تسترد حضراف شفنا كذلك بانو كيفاش كان منرفز هذي كلها تتبين أنه اللاعبين ما كانوش مركزين وما كانوش تهيئ الدهني ما كانش في المستوى لهذه المباراة من نسبك كمدرية عاشرتي تعرف عقلية اللاعب المغربي صعيب مدون تفلصفون اللاعب تنتمي صعيب تخرجوه من الموحيط اللي تعيش فيها صعيب 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 جدا لاعب البيئ اللي تعيش فيها تتنعكس عليه في أرضية الميدان من نسبك عادي لشتين اللاعب هذا الماتش يعطينا حاجة أخرى هو قبل نظرك على الجمهور الحضور القليل يتمتش أعرف الديربي قليل غضوان جيد كيف نتلاحظه عند نرفز ذلك؟ هو في السرقة اليوم اللاعب وإذا كانوا مكان مين؟ العباد الراجع كانوا منيرفيل وكيف نتلاحظ عليه؟ فرض الفعل ذلك دائما مع الله يبن وش هو معصب؟ وش هذيك طريقة نتعود عليها؟ وش هو تزيد فيه؟ هو جيد كنا نتناقشنا قبل الديربي على الحاكم جيد هو من الحكام يعني من طينات الحكام من الجيدين في الدوري طريقة دياله اللي ربما كتتير شمية ديال التساؤلات وكتخليه أن بعض أغلب يدين جماهير ما كتتقبلش طريقة ديالتعامو دياله في حين أنني كتعرف أن اللاعب منرفز وكتعرف بأنه يعني في واحد مباراة اللاعب ضغط ما تزيدش عليه حسنتا يعني ربما تقدر تتعامل بداك أنا قدر نجبلك صفرات ونجبلك حمرة ونجبلك نضحك ما غديش حيضي القانون كنطبق القانون ولكن طريقة دياله كذبك نشي ياري وصورتنا نحن نعرف بأن اللاعب المغربي يعني ربما باقي ما عندوش ذكا التقافة ديال النهوي عرف كيفاش يتعامل في واحد حين شفنا واحد اللقطة مع بانون ربما ركنت الأمور غدي تتطور أرى كان يقرر طي صفرات تانية فاصلة بغادي يمشي وغريك خليد ردوان جيد ممكن يش تبدلو داب هذا غديش يا شخصية ردوان أنا أقول لك واحد النار كنتاني والميدين نملي تلاقينا بردوان جيد ردوان جيد قال نملي قال ليه سبحان الله لها المكان ماشي بحال الداخل وانتسي ردوان هاده شخصية دياله هكذا إلا ما كانش ردوان جيد بهات الشخصية دي هيكون ضعيف لمباراة هكذا 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 ردوان ماشي تيلبس هاده شخصيته داخل الميدان ملي تيلبس المايو ديالو تيدخل هاده شخصيته ممكنش تغيرها إلا فهمت كلامك بان اللعاب قصو بيتقبلو بان نرى هاده كوردوان جيد هاده داخل لانه الحكام الان تتعرفون هالخميس تتعرف الحكام اللي اللعبين نونك انتا كمدريب تتهيئ اللاعبين ديالك لهاد الحكام كالحكام مثلا اللي تكون الاحتكاك بسيط وصموربع لا مالي تغي يمشي ضربة جهازة كالحكام اللي الاحتكاكات ما تيشوف هاش تيخلق طبعا توجد لعب ديالك تقول له اتنسيو الاربيت ترى الفواتي يشوف هاتيكاك بسيط غادي غادي يمشي تتبعد من اللي ديال كين حاكم اللي ما يمقلش ناقشو في قرارات دياله ما تحتش عليه ما تدويش معه انتا تتوجد لعبين ديالك لانه تالحكام طرف تتهيئ تواجه الخصم وكذلك تتمشي باش تساعد الحاكم يخرج المباراة لبرا الامن اللي فهمهم كلامك بانه باشي تلك تقول والكيادة تفسير ديالك محلنا ما عافش ما ما تدخلش أمور مباشية دراجة بانه اللي حفاء دراجة كان أسبوع اللي دي وزود يبين حسبان والجناغ اطر عليهم اطر عليهم اطر عليهم خصوصا انا مرا لعبين على الشامبيون رمشي الراجة رامي ممكنش انهم ميلاعبوش على الله لا الناس ما قدش عارفة دبقنا نعاب تنتسل واحد كونترال واحد الفرقة وهاديم ما عارف لاش كونه مع نظراله داما انت لاعب غدال ماتش واليوم بالليل ما عارفش كون رائز ديالك كون راي يقول لك شعاد بكش مع انك ممكنش اختيار توقيت ديال الجمع الام كان خطأ كان مشكلة طيلك الأسبوع اللاعبين تسئولوا واش غيكون الحسبال واش مغيكونش شو فين دخلوا فعود ما يسئولوا واش غيكون اوناج مولا غيكون الحدد تسئولوا واش غيكون حسباله مغيكونش لذلك تقول لعبين الدين ديالهم كانوا بعاد على المباراة وبان بالنرفزة وبان بالمستوى للتقليل لم يكن شيئا هل كان زينا تفقصوا أخوتنا الويدادين في الكومنتين اللي تقولوا بأنه صعيب لهم ما كانوا مربحوش هذا المقابلة خاصة في وفيت الشوت أول أكيد أنا إحنا قلناها قبل أن الويداد في الشوت الأول كانت على الأقل على الأقل تخرج بحث لسي الأهداف يعني بان بأن الراجا ما كانش في الجولول الأولى بسيطنا قد تزيد جهلهم على كيمتادهم لا مش كذلك هذا واقع وراء الجمهور الويدادين رأى فهمت شي وحنا كنا نتناقشنا على الجهر تقولوا عن نوعية غير مقبولة في الفارق الكبرى دياللاعبين ما يمكنش ما عندك ما تدير لهماية غير مقبولة في الفارق الكبرى هذا واقع أنا بدك نشوف ذلك الكورة يعني حتى الكادر ممشتش لي يعني كواقش من الحريس اللي مشت الكادر ويقولوا بك جرولي الزربية وحتى كم مشتش غير على اللي يصر ذلك الحريس يقولوا بعدها كما قال أمين الهزيمة ديالتي حطانجة تخليك بأن الحرقة يعني كتبقى لك في الحلقة ديالك ليش كور بحادة تصور كور بحادة الويداد يعني رأى لعب بشكل مباشر مع ديالتي حطانجة لا هو شوف الويداد ما ضيعت المباراة ديال حتى الدقيقة للخلام الميسيجي البدر بانوت ضيعت المباراة في الشغط الأول وفي البداية لأنه كان ممكن أنه تسجل أهداف كثيرة وتحسم اللقاء وتتحكم فيه ولكن واحد دخلوه في اللعب سلبي أنه شفنا كورات تتلعب بالعرض شفنا كورات تترجع للخلف كثير فعود ما يمشيوا للأمام ويحاولوا يزيدوا يسجلوا فيمكن شافوا أنه بحل فريق رجاء البيضاوي ما غادش يتعادل بلونك باركة عندنا أنظروا وهذا إحساس يحسبي اللاعب عكس اللاعب اللي تكون مركز ديني فلما تسجل فأتي فكر أنه يقتل المباراة لويدا ما قتلوهش المباراة خلوه فريق الرجاء البيضاوي حي حتى نهى السجل هذا بديل تتعادل باركة برغم النقص العددي دي لطريق الرجاء ما كانت بحضر ريكسيون دي لويدا دين على اعتبار أني كانت مخص وكانت لعب العشرات بقاية الأخرى يعني راحت المخزول البيداني ولاعب نقص ربما ريعتك تدافع أنا أتكلم أميضا بأنه مصافي ومرا بنسباني ومرا بحل ماتش ومشوا بإقاع بطيء جدا اللي ما قدروش يعيو به هذوك تسعود اللاعبين دي الرجاء البيضاوي في أرضية الميدان لانه لو تترفع الإقاع ومعن تشتيد ديني اللي عند لعب العشرات الممكن يزيدوا أهلر وكما مشوا بإقاع بطيء شر لا يا فوزين بالنظرتي بأنه ما استغلوش حداد وقال نجم سعي يكون للك دوفير دولانس لك تتاريقهم ما تستغلوش لانه هم نور مقورة برجليه هم تير بحول دياله هم تحصو الترفع ونرجع معاك لفريق الجيش مريكي واسوي نقطة الجمهور 18 ألف هذا واقع عندما نعيشه لماذا الجمهور لا يكون مخاطف لكي يأتي الملعب؟ لا أفهم شيء ما نقول عندما كان الهضراء والأمن كثيرا، 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 كثيرا كان هناك فئة كبيرة من جمهور الويداد الرياضي الذي لم تفقه مع تسير داخل فريق الويداد وكان هناك أخرى في الراجاء لم يكن راضي لكي تسير الحسبان لماذا هذا واقع؟ لتعامل معها؟ أم تخسروا ملعبها؟ لن ترى ملعبها؟ więc ترى ملعبها عشرة أكيد بأن الإيطراء عندما تم دور مهم عن مسؤول مدرجات يرجعون، هذا ما يريد أن يجعلني لديك رأي ممن أدينا كامل كنا نقاشات كثيرة بعض أخطاء مسائل الإيجابية الإيطراء، نحن نتفاق معها ومسائل سيربية ربما خاصة صحيحة بعض الأفكار خاصة صحيحة هذا أكيد لا يريد أن يكون هذا القضاء، إنه يقول لك ما يقدرون في الكي سوف تكون هناك هاتف سوف تكون أفكار مهما سوف ينظروا أنهم لا يبدلون سوف ترجعون بها لا ترجعون بها لا يجيون أن يجعلون جمعية وطريقة كما يطلعون في الميساج ويطلعون بإجراء مكان للمبتدرون سوف ترجعون بالثقافة لا ترجعون بها لا يوجد شلطة لديهم مفاقين لا الوصيل أروا ديانا أمو باش نرجع للسؤال ديالك يعني لا الوداد ولا الرجاء كانوا كمروا بأزمة كبار من هايتي ودازوية عبر التاريخ كبار من هايتي وكانت لازلترى حاضرين وكانوا لتيفو حاضرين وكلمة اللي عمك يتملأ عن آخر الآن يعني التفاصيل اللي حاطت في الألترا والمنع ديالها ربما خلا الرياكسيون ديال هاد الناس هادو بيقول لك فوالا احنا ما كينيش هالو بخوضوي كيفاش ولا عالم وستوى المدراجات هالديربي اللي عشناه مئة وعشرين ربما جاء كتكميلة لديربيات أخرى سابقة اللي غاب فيها الجمهور وليه يتأثر فيها يعني التسويق ديال الديربي حتى وصل الحال بناء لنا نشوفه مباراة عادية جدا على مستوى الحضور الجماهري بالضاعف إلا قلنا بأن شحل أحضرات ما كان لشوق 25 ألف 18 ألف مكان لشوق 25 ألف يعني حشو ما أنا بشوق مباراة 18 أفريكا تخلصها في هذا المقابل نرجع معك سيامين هناك هادو تعالى الجمهور الأسف فبدك إرجاع شوي بشوي بجمهور الأسفل كان غابة جمهور الأسفل أم كان حاضر في المدرجات حاضر حتى خارج الميدار راح فيه نفس المدينة الطانجةش حامشو معنا للرباط حامشو معنا فوفيتنظن أنه أدف عاد المدرجات ملعب المسيرة والمدرجات فريق أولا بكل آسفل أرجى معك إنا الأولا بل كآسفل وجيش إحنا هضرو لنا حاجة أخرى أنا و سي ربعان ثلاثة درتي أغط فيه في ثلاثة المباراة تبلوكيتي شوية من ناحية الريزيولطة سيرتوا أنك مكتش تستحقوا الخسارة تانجا تعادلتوا بطلقة غريبة مع الحسنية والذي كانت تحكيم أنا ذاك للصيج عفاري ودرتوا ورد فعل بالرباط وشتفتوا شوية من حالة الجيش يتوتيعي شوية هاد الفترة دي الانتقال من خيري الهداري كثيرا على الفاخير أولا في المقابلة شنو قلت قولنا على المقابلة وسبعة الأهداف يتمر كاتفاكومين وهو من بعد واحد المنعارج دي كان صعب جدا دي دخلنا فيه لعبنا مع فريق رجاء البيضاوي تي حتى تانجا وحسنية أقادير كنا ديرين باش ناخدوا 5 بوائن مما قدرنا شخدنا كل 2 بوائن ما قلنا خسنا دارولي نعوضوا هادا اللي خلانا مشي للمباراة للجيش المالكي وحنا نتعلم بحثوا على تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا في الظرفية اللي تأيشها فريق الجيش المالكي مكينش استقرار عندهم مشاكيل هادا اللي خلانا أنه نستغله هادر في هاده ما كي استقرار في النتائج ما اللي مهم اللي مهم هو تنشوف أنه العمل اللي بديناه بداية يعطيني نوع المنتائج يعطيني طمعنان على التطور دياله لأنه العمل تقسم لأنه نيزان قوله شخصية فريق شخصية فريق باطل تدجيم تقوية الشخصية دياله على عدة مراحل قوينا الشخصية البدنية لأنه الآن أوليبيكاس في من اللاعبين اللي تعتامدوا على الاندفاع البدني القوي ولا التدخلات القوية كليك شو أنت تتحرشهم مثلا تزيد تشحنهم طبعا تتحرم نحقي لا هاده 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 طريقة جيل العمل جيل لأنه خسني اللاعب يكون من دفاع بدنيا يكون يكون يخل في لديوال لأنه خسني دي لديوال ما تشرا عبارة عن دي ديوال خسني دي تقوية شخصية دهنية زويد هاسيميون مورينيون مورينيون يتوبة كيش جامع الطريقة هذا هو اللي كان الدهني الجانب الدهني ضروري تكون شخصية قوية والدليل بين أنه في عدة مباراة كنا من هازمين ولا متعدين وقدرنا رجعوه في آخر الدقائق وقدرنا مباراة دي الجيش الملكي تعطيك فكرة تصريح ديالك لعبته في سلاق واناك بزاف الناس في تصريح ديالك ومنهم كانوا بزاف المعارضين ودينا مطمئن بأن الفريق ديالي ولا تعدوه شخصية يقدر يرجع في المقابلة واناك بزاف الناس ما فهموش تك انت برش نجو جوجو العقلتي ومن ثم تعودت هذه القضية تعودتنا فريق الشباب ريف حسيمي دقائق الأخيرة رجعنا كنا من هازمين ورجعنا وسجنا جوجي الأهداف تقوية ديال الشخصية الدينية من بعد تدوز تقوية شخصية تقنية 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 من بعد تدوز تقوية شخصية تاكتيكية وهذا هو اللي في احنا وأول مبارا تنغير طريقة لعب ديالنا ما فريق الجيش الملاكي ما تأدبطوش الان ركزه أكتر على الجانب التاكتيكي ومستقبلا يمكن تشوف أولمبيك أسفي بشخصية قوية وشخصية باطلة ولكن خصو الوقت باش يوصل لهذا الشيء موسم ونصف كله حلتا نشتغله على هذا الشيء قدرت نوعا ما نشوف تطور ماذا ما وصلناش داك شي اللي بغينا ولكن كين تطور في الأداء وكين تطور في تقوية ديالشخصية مهمة وهذه اللي غا تخدروا على المستقبال كما أولا بك أسافي وهذا قدرت للمستقبالا وشوة كين أن حاضر للناس معنى اتفاق مبدايين معنى التوقيع وهذه قدرت وضحها أو ما توضحهاش هذا أمر ولكن تهنا باش وضح السيابين فره باش تاكتيك أرجع معاك تسريح هذا العبد الرزاق خيري مرة أخرى وشوة عفوي وشوة منافية ما عفتش مدرد كين باش قدر نصفه وانتي هضر على مؤامرات المسؤولين وش ما مثلا تقبلوش في المغرب بأنه مقدر تكون مدري الفرق وانه مدريب وتوقع مع مدريب آخر ويجي وما كيش مشكلة الحال توقع في أوروبا دابا 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 كوفاك هو المدريب دي البايير معروفة العمش جاي ويوباكيس دي مرة تانية اللي كتوقع له بعدما وقعت له دي الجوارديو غير هو ما هضرش على خيرين هضر كسر على اللاعبين احنا تكلمنا في بداية ديال فاكي مستخيرية فرد نفسها سيخير طبيعة الحال هو غيره مني تخرج بأنه مدريب غادي يجي للفريق وباقي الموسم ما انتهاش الأسئلة كتبقا تطرح عند هاد اللاعبين خصوة مني كتسمع قدرنا تتافقوا بأنه راه المدريب وقع مع الفريق مني كتسمع بأن هادك المدريب اللي جاي ده مرحلة ديالإعداد ديالفريق ديالو وده كينادي على اسماء هذه أخبارك عخر جات وده كينادي على اسماء اسمعنا هاد من الرجاس حتى اللاعب كي يفكر واش أنا باقي مستقبل ديالي واش أنا باقي مستقبل ديالي مع هاد الفريق واش أنا خصي نفكر أنه يمشي الفريق آخر يعني كتبقى هاد الأسئلة هادي رغيم تقوم مع راس ده مقرون تسألوا سواء آخر واش طرح اسم فاخر في الوقت اللي تصدعت مدرب الجيش لا واش هو ماشي تمويه باش الناس تركز كتر على هذا و تخلي ما يقع داخل فريق الجيش الملكي وهو خيرير عارف وولد الدار وعارف أن الجيش الملكي شنو المشاكل اللي كي عيشها وبان عبر السنوات الان اللي دووزنا ويعني مدربين كبار دازوا على الجيش الملكي ومعطاتش نتيجة لاعبين كبار دازوا الجيش الملكي ومعطاتش نتيجة إذن الخالة الكي بان بأن الجيش الملكي في مشكلة داخلي مشكلة تسير يعني ربما خص تغيير استراتيجية ديال العمال يعني تفكير في حلول أخرى لأنك منيك تجيب 4 أو 5 ديال المدربين من طينة كبيرة ديال العامري وديال الفاخير وديال مجموعة ديال اللاعبين ومجموعة ديال المدربين وما كيتغيروالو هاد المدربين كيغيروا تشكيلة ديال الفارق في نسبة ديال 90-95% وما كيتغيروالو إذن كين هناك خلل وخيره ربما من الناس اللي غيكونوا أبناء الفارق وعارفينش الخلل كين واقع أنا كنتمين بتلقى في الليصانس الكاف برومي غيتلقى السيخير يوصي فاقير وشوف كيف يشغي يكون الحوار دياله وما نعيطن شون شو باش نبعه كورة في الاحتراف عند حق فارق الجيش ملكي يجيب أي مدر يبغى إنما توقيت الإعلان كان أولا تسريب لأن الإدارة الجيش ملكي ملكي رسميا تسريب خبر التوقيه محمد فاخر لمدة موسمة بالطاقم دياله وما كان فقط لكي نسدوه بزر تغيرات لكي تحطوه علامة المحبين للفارق وهذه الوقت أشار له أخير لكي أود ديم مع بعض الأنصار والأنصار تقولون كي تدخلوا في سياسة داخلية للفارق هنا تساقل كبير في هذا المقتد أمين را غير غير مني كانت تتكلم عن مدريب جاي ويجيب طاقم التقني دياله ربما راح حتى ذيك الروح السلبية حتى ذيك الطاقة السلبية كتتصرب الفارق غير في كل واردي زراجيبين مدريب راحنا يمبقى عندما يدار يعني غير هذه الضراجة دياله دارت را كتتأثر على اللاعب أمين قد قلت لم تعلموا استقبال هدرنا وتي بيقش من قيمة ديال الأسفير لا مباراة كبيرة مكتب الله سبحانه وتعالى لا يتغير بأي حال من الأحوال نقص لهم نقص لهم نقص لهم نقص لهم ويقص لتلاتة أفرلوتور معاها هذه اللتائج ما تتقش قيمة الفارق مشكلو صوراها بشون الأمين المستقبال هدرتي دا بأي حال المستقبال هدرنا بزاف واشتايا داخلها في خيئات سريم داخلتها وفي خانة بنسبة كبيرة ناو بنسبة كبيرة هو ومو الشأن لا را نجل لأي تلقوه هادي طالقين علينا هادي أباتها هاكي طانا ما تجي عند رئيس وتقول له تقريبا واحد حداشر لاعيب غادي تمشي من التوابية الأساسية دي النادي وتمشي معاك فرض مشروع ناوك لو رئيس آخر غيقول لي لك تغمشي في حالاتي ناو ما يمكنش نشتغل بطرق أخرى من غير الطرق اللي أنا مقتنع بها ناوك مكتبوا فرية الظروف باش نخدم سندوني ساعدوني جامايير كذلك اللاعبين أصبحنا عائلة ناوك كل هادي أشياء تخليني أنو نبقى في مدينة آسفي ونزيد نكمل وارتحيت أنا في مدينة آسفي وبغيت نقدم مدة طويلة في مدينة آسفي بقات جزئية بسيطة اللي ممكن فهد الأسبوع عادلة مكتفق مبدائيكين مكتفق مبدائيكين مكتفق مبدائيكين لا غالين ان شاء الله ناوه نلحق لانو شوف لانو أهم حاجة تطلبها المدرب نكون معاك واقعي من غير مادية من غير تركيبة البشرية من غير اللوجيستيك الوقت لانو بعض المرة تتجي تتعطيني الفلوس تتعطيني اللاعبين ومتعطينيش الوقت وكيفاش أنا من كليا نوجد لك فارق ولم بيكاس في أعطوني أهم شيء هو الوقت يعنو منذ بداية الموسم كانت الناس تطالب مدرب خصويمشي في حاله المدرب خصويمشي في حاله لانو كل يتعود انو المدرب خصويمشي في حاله طبيعة الحال يمكن الطريقة باش نخدم انو ما انتدبتش لعيبين كبار وما انتدبتش لعيبين في مرحلات الميركاتو وهاد الشي المكتب مشا معي فيه لونك الناس ما عجبوه مش الحال كانوا تطالبو اه كانوا تطالبو انو نمشي من المكتب تشبت بيا وعطاني الوقت فيه نخدم وكيف كتلك رأى أهم شيء عند المدرب رأى هو الوقت ويلا جينا نشوفو نادي الفتح الريباطي وننبي كاس فيه مداروش انتدابات فترة الميركاتوشتو فترة المستوى دير لانو مشوخ دم مشوش بدوو تيجربو فاللاعبين ويدروا انتدابات لونك اللي عمل هو اللي تعطي النتائش هذا الجواب سيامين هنه خدينا ملوقت شوي وسترقنا ملوقت دير السي اللوحي سي خاليد اللي كانوا معنا ورا الكاميرا وكذلك السي أنيس اللي كان شكرا لكم في نهاية الدعوة شكرا سيامين شكرا أمين شكرا خاليد مرحبا بك نصفوك في مرات أخرى سي خاليد مرحبا مرحبا أتمنىكم مسيرة موفقة في برامج وبرامجي كدير شو من الكأس العالم مرحبا بك شكرا مرحبا بك شكرا شكرا تفقتوا لي اليوم على قاميجة واحدة أنا نجي من قاميجة شوية قديمة باليا نجي من طريق نجي من طريق رجيتوا عني ديريكت إخوان متتبعين مرحبا بكم معنا دائما برنامجكم بطاكتك على صفحة أوريزون تيفي حلقة أخرى غدا سيكون معكم لنحوار ديال لايف معكم سنتحدثون تناقشوا معكم طيلة ساعة كاملة والتفاعلات ديالكم في الرقم اللي كاتشوبوا ديما في الباش ديالنا على أوريزون تيفي إلى اللقاء